اهلا وسهلا فيكم في درس جديد من الدروس التقنية التي اقدمها بشكل دوري على قناتي على يوتيوب ومع الجزء الثاني من حديثنا عن موقع فايل زيجزاج حيث تحدثنا في الدرس الاول عن خاصية كونفيرت فايل وكيف انه موقع فايل زيجزاج بدعم التحويل بين عشرات الصيغ في هذا الدرس رح نتكلم عن خاصية اخرى رائعة وهي خاصية شير فايل خاصية شير فايل باختصار تعتمد على تقنيات الحوسب السحابية بمعنى اخر بوفر لك موقع فايل زيجزاج مساحة تخزينية بحيث انه بامكانك انك ترسل ملف او صورة او فيديو او اي شيء من جهازك اه من خلال الايميل طبعا الايميل لشخص اخر رح يوصلوا اه يعني رابط بقدر من خلاله يحمل الملف او الصورة او الفيديو بكل اه سهولة وبالتالي اه راح يوفر لك الموقع مساحة اه تخزينية يمكن الوصوليها من اي اه جهاز طبعا خلال الايميل راح تدخله وتشارك هذا الملف مع اه اصدقائك او مع الشخص اللي بدك تبعت له هذا الملف من خلال كتابة البريد الالكتروني وايضا من خلال اربع خطوات بسيطة الخطوة الاولى راح تختار الملف الخطوة الثانية راح تكتب الايميل اللي راح يستقبل اه هذا الملف وفي الخطوة الثالثة راح تكتب هون ايميلك وان كانك ايضا تضغط على تضغط على مور اوبشنز مور اوبشنز وتحط عنوان للرسالة وتكتب رسالة توضح محتواها وبالنهاي بتقبس على زر شير فقط بهذه الخطوات البسيطة جدا والعملية جدا بامكانك تشارك اي ملف مع اي شخص اخر من خلال كتابة البريد الالكتروني كتابة البريد الالكتروني للشخص تقبل الرسالة وطبعا اختيار الملف مع العلم انه بامكانك تختار اكثر من ملف مش فقط ملف واحد كما في خاصية كونفيرت فايل بامكانك تختار اكثر من ملف يعني حابب اني اذكركم بموضوع الحلقة السابقة عشان هيك راح تشوفوا هسه برومو للحلقة السابقة اللي تكلمنا فيها عن فايل زيجزاج اهم النقاط اللي اتكلمت فيها عن خاصية كونفيرت فايل راح تشوفوها كمان شوي موقع فايل زيجزاج اللي بيقوم بتحويل بين عشرات الصيغ المختلفة باربع خطوات بسيطة جدا اول خطوة هي انك تختار الملف ثاني خطوة انك تختار الصيغة ثالث خطوة تكتب الايميل ورابع خطوة تضغط على زر كونفيرت في الختام بتمنى انه يكون الدرس قد نال اعجابكم في حال انه اعجابكم لا تنسوا تضغطوا على زر لايك وتضغطوا على اه سبسكرايب للقناة وتشاركوا الفيديو مع اصدقائكم واهلكم على الفيسبوك تويتر جوجل بلس وغيرهم من الشبكات الاجتماعية كمان لا تنسوا انه في من خلال خاصية الكاردز اه على اجهزة الاندرويد اجهزة الايفون اجهزة الايباد بامكانكم الرجوع الى فيديو الحلقة السابقة ومشاهدتها بشكل اه كامل وايضا يعني بتقدر توصلوا للمقالة المفصلة اه اللي كتب اللي كتبناها عن موقع فايل زيجزاق ايضا من خاصية الكاردز اه في المتوفرة على اجهزة الايفون والايباد والاندرويد